ألا أنتم مع عادة فتح وبدأ العام الدراسي الجديد يعني برغم هذه المخاطر بداية تحية لكم ولمشاهدينكم الكرام ولمضيوفنا الأعزاء أكيد نحن مع بداية العام الدراسي ويعني للأسف أنه لحد هذه اللحظة أنه اليوم واحد فقط يعني وزارة التربية والجنة الصحة المركزية على أنه تتخوف من موضوع جاهة كورونا على أساس أنه التجمعات ممكن أن تضرب الطلبة ويكون الطالب هو ناقل للفيروس يعني ما تميل هذا القرار موساد عباس عفوا ما تميل هذا القرار لا المفروض احنا خلنكون واقعيين خلنعيش الواقع كل الفعاليات الحيوية بالمجتمع العراقي هي بالوقت الحاضر تجمعات بشكل كبير جدا الأسواق يعني كل مفاصل الحياة دوائر الدولة التجمعات تلاحظ دوائر التقاعد دوائر الضريبة يعني بشكل عام الحياة نعتقد أنه الحياة تقريبا رجعة طبيعية أعداد الإصابات هي ليست بالمستوى العالي احنا نقدر رأيه أخواننا في اللجنة المركزية واللجنة الصحة العليا على أنه تريد يعني تخاف على الطلبة وعلى أولياء الأمور من الإصابات أو من الممكن أنه يرجع تفشي الفيروس بمرة أخرى ولكن ليعلم الجميع بأن موضوع عدم استمرار الدوام وأنا بتقدير نحن كل جنة التربية نيابية اليوم واحد لا يكفي وأكثر من ثلاثة أيام يصبح الموضوع أيضا بضرر طيب يعني برأيك سيادة نعب ماكو توازن في هذا القرار لكن الناقشة في الوقت القادم